ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وعد باذيب العاصمة عدا مع رئيس مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي الدكتورة سوسا باخبيرة اوجهة تنسيق بين الوزارة والمجلس لإمكانية دعم مسارة التعليم الاكاديمي واشار باذيب لاهمية الدورة المعول على المجلس في تحسين جودة التعليم الاعتماد الاكاديمي لمختلف الجامعات اليمنية بما يمكنه من تحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤكدا بأن الحكومة الاهتماما كبيرا في تحسين وتجويد المخرجات التعليمية الأكاديمية من جانبها ثمنت باخبيرا جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإسناد المجلس تجاه التزاماته في التطوير والتحديث اشتركوا في القناة